أعلن البيت الأبيض أن واشنطن لا تسعى للانخراط بحرب اليمن أو في أي نزاع مع إيران رغم الضربات الأمريكية والبريطانية على أهدف تابع للحوثيين في اليمن هذا وقال منصق الاتصالات في مجلس الأمن القومي جون كيربي أن واشنطن تجري تقييما لنتائج الضربات الجوية على الحوثيين مشيرا إلى أن بايدن لن يتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات حيال هجمات البحر الأحمر أضاف كيربي أن الهجمات نجحت في ضرب قدرة الحوثيين على تخزين وأطلاق وتوجيه الصواريخ والمسيرات وأشار إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن كان مشاركا بشكل كامل في القرارات المتخذة بشأن ضربات الجوية